مساء الخارج شكرا لكم اخترناك عينة عن طلب الجزائري ليمشوا الخارج ودرسوا في الخارج ورح ينسألوك على بعض من الأسئلة اللي ممكن أنها تفيد البعض من المتفوقين هنا في الجزائر عليكم سيكون معنا عبر الهاتف كذلك عبد الرحمن أبو الحبال صاحب المرتبة الأولى في امتحان شهادة الباكالوريا بولاية ميلا نبدأ بالحديث عن هؤلاء المتفوقين في شهادة الباكالوريا يطمحون للدراسة في الخارج وفيه الكثير من المتفوقين يحبوا يروحوا الخارج ويدرسوا الخارج بما أنه في إلغاء المنح الدراسة في الخارج في الجزائر قبل سنوات أسباب هذا الطموح للذهاب للخارج هل حقيقة في جامعات خارج الوطن مستوى عالي لهذا الدرجة أم أنه فيه تخصصات أكثر مقارنة بالجامعات الجزائرية أولا أنا أرحب بهذا الطموح لأن الطموح للتكون في الخارج هو شيء يحلم به الجميع لرفع مستواهم والحصول على مناصب كبيرة في المستقبل أنا نفسي مررت بهذه التجربة حصلت على منحة عام 2001 وذهبت وتكونت في الخارج لماذا الخارج؟ لأننا نعلم جيدا الفرق بين الجامعة في دول العالم الثالث والجامعات الأوروبية والأمريكية والآسيوية حاليا أما فيما يخص المستوى في الخارج هو يختلف من جامعة إلى أخرى لكن الظروف هي التي تجعل الفارق شاسع بين المنظومة في دول عالم الثالث مثل الجزائر والمنظومة في دول الخارج حتى وإن لم يكن المستوى مرتفع جدا هناك ظروف التي تسمح للطالب لكي لا يفكر إلا في الدراسة أظن هذه الظروف التي تدفع الطالب للبحث عن عيش أكرم هناك دكتور أنت قلت تحصلت على منحة تقريبا تحصلت على البكالورية هنا في الجزائر ومشيت للخارج؟ أنا تحصلت على البكالورية بمستوى كبير لكني قمت بمتابعة تدرج في الجزائر في جامعة العلم والتيكنولوجيا في وهران تخصص؟ أعلم آلي برمجة برمجة قسم برمجة قسم برمجة نعم وبعد خمس سنوات تفوقت في الخمس سنوات كنت الأولى مجرد بخمس يوم وتحصلت بعد ذلك منحة للدراسة في الخارج في فرنسا منحة هذه دولة جزائرية؟ لا المنحة فرنسية كان هناك منحة جزائرية ومنحة فرنسية تحصلت على المنحة أمام لجنة فرنسية تأتي للجزائر العاصمة للبحث عن الأدمغة التي تستطيع استثمارها بعد ذلك التحقتي بجامعة ستراسبورغ في أي تخصص يعني تخصص اللي مشيت فيه في الجامعة؟ في البداية ذهبت إلى المهاد العالي لعلم التطبيقية بليون في فرنسا International Institute of Application of Sciences وهناك تابعت الماستر وبعدها الدكتورة الآن أي مادة يعني الدرسيها أو أي تخصص أو أي بحث يعني متخصص فيها على ما أظن ذكاء ذكاء استناعي نعم أنا متخصص في ذكاء الاستناعي والتسيير اقتصادي يعني شفهمني في هذا التخصص بالضبط نعم هو استعمال البرامج الذكية من أجل مساعدة الشركة على رفع الاقتصادها وبالأخص سلاسل التوليد العالمية Supply Chain Management هذا التخصص موجود هنا في جامعتنا؟ لا أظن هناك جامعات متخصصة Supply Chain Management في الجزائر والذكاء الاستناعي حتى في أوروبا المعاهد قليلة التي تكون الطلبة أو الجامعيين أو الأساتذة أو الدكات مثل أنا تخصص في هذا لأنني كنت أطمح أيضا في أوروبا أن يكون للمنصب مرتفع وأستطع في ذلك أن التحقت أيضا بالشركات كمديرة مشاريع وكان عندك خيار أنك تبقى في أوروبا ما دخلش الجزائر كان لدي الخيار نعم واخترت البقاء بسبب الظروف يعني أكون كاذبة إن قلت أختار الجزائر لأجل الظروف الأقل طبعا طيب عبر الهاتف معي عبد الرحمن أبو الحبال صاحب المرتبة الأولى في شهة البكالوريا بولاية ميلا مساء الخير عبد الرحمن مرحبا 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 كل شيء مبروك على البكالوريا بمعدل 18.73 نعم طيب استمعنا عبر تلفزيون النهار لتصريح لك كنت تتحدث عن تخصص معين حب تقرأه في الجامعة فيزياء النووية فيزياء النووية نعم بطيب الشباب أو بحثة حمال زائدة شعب يعني قابل عندما طعينا في الانترنت وفيديوهات نجيب جدا زائدها بالتخصص وللأسس بطبع وغير موجودا بالجزائر لذلك في الكب في داخل الخارج هل ما أظن في تخصص فيزياء النظرية في الجزائر ها في تخصص فيزياء النظرية في الجزائر لا يعني لأنه عندي شقيقي يدرس فيزياء النظرية في جامعة قسنطينة لكن أحدهم قال لي أنك لن تستفيد لأنه في النهاية تتخرج بالغساء في الجامعة لذلك التخصص طيب قل لي عبد الرحمن أنت طموحك في الدراسة في الخارج أم أنه إذا وجدت خصصات توالم مع قدراتك تدرس في الجامعات الجزائرية وليس وليس قد يتخصص يعني كم جاية الآن أنا مصنم عن اختياط تخصص طب يعني والتقدم فيه إن شاء الله الأمر يعني كلنا يعرف الفرق بين الدراسة في الجزائر والدراسة في الخارج الفرق الشاتع بين الجامعة الآن وهناك إذا لقني أظن أنه شيء عادي يطموح كل طال متفوق أن لا يريد أن يمتسل مواهبه فيريد كلها يعني في الجامعات العالمية في الخارج أثرت نقطة مهمة جدا مع الدكتورة سامية شهبي قولي لي وأنت تدرسي في الخارج هو قال أبقى معنا فقط عبد الرحمن هو قال أنا أطمح لدراسة الفيزياء النووية ما فيش هذا التخصص أنا في الجزائر أنا يعني مرغم لدراسة الطب يعني شوف في بعض من الطلبة لي يتمشون مع الدراسة للتخصصات الموجودة في جامعاتنا فقط يتخلوا على أحلامهم أحلامهم نعم أرى ذلك هو من الطبيعي أن يعمل مسؤولون على الربط بين سوق العمل والطلب على سوق العمل والإنتاج الجامعي من الطلبة والأدمغة هذا من الطبيعي ولكن هذا معناه أيضا الغلق غلق النظام دراسات العليا لو يفتحون المجال على أولئك الذهاب للخارج للتكون يرجعون للبلطة لإفاداتها لم يجد هناك اليوم الفيزيال النووي لا أعلم ذلك ويقول ذلك في الجزائر لما لا أن يتكون في الخارج ويعود إلى أرض الوطن ليفتح ربما للعامل من الآخرين إذن الغلق ليس بالحل لأنسب إن أردنا مستوى مرتفع في المستقبل للجامعة الجزائرية عبد الرحمن إذن إخترت الطب لا محالة ستمشي فيها التخصص نحن إن شاء الله في النهاية تخصص الزامي وعظيم ليجلبون إحدان به لا أخطأ أنا أكثر في طب عام أو طبيب أطفال إن شاء الله سأخطأ تخصص نادر هنا في الجزائر بسد حاجة مستشفيات وإيضا لتأهيل لاحق بها تخصص مستقبل إن شاء الله شكرا جزيلا لك عبد الرحمن بالتوفيق لك إن شاء الله شكرا أعود لضيفة دكتورة سامية شهبي نتحدث قليلا عن سر تفوق الطالب الجزائري الذي يمشي من الجزائر خلينا نقول فيها البعض منهم ليمشوا بأموالهم الخاصة ويكملوا دراستهم في الخارج لماذا دائما يتفوق الطالب الجزائري في الجامعات في الخارج رغم أنه فيه صرامة أكثر وصعوب أكثر للمناهج ونرى طالب الجزائري هنا في الجامعة بعض من الأرقام كانت تحدث على ارتفاع نسبة رصوب في جامعاتنا أنا ربما لدي الإجابة من تجربتي الخاصة أنا من عائلة بسيطة يعني لما يكن لدي الظروف لم يكن لحد لدي حاسوب وأنا أدرس الهندسة برامج في جامعة العلم والتكنولوجيا لم يتسنى لأبيان يشتري حاسوبا ذلك الوقت كان الحاسوب غالي جدا ولكن بالرغم من ذلك حاولت التفوق بين القوسين حاولت التفكير مثل الحاسوب لكي أستطيع التفوق تلك الظروف الصعبة تكون فينا القوة تلك القوة التي نحتاجها بعد ذلك في الخارج لأن الطالب الخارج ليس أكثر ذكاءا من الطالب الجزائري وإنما فقط لديه الظروف التي تسمح له لما ذهبت إلى الخارج وجدت أن المكتب مثلا تفتحت الواحدة صباحا أما المكتب الجزائري فلا يوجد أي كتاب ذلك الوقت ليس الآن تحدث عن 2001 فيكون الطالب مر بتجربة صعبة ويسهل عليها الأمر لكي يتابع الدراسة ولكن ذلك نتفوق بشكل طبيعي المنظومة البرامج الجامعية الجزائرية ليست برامج خاطئة أو متوافقة مع البرامج العالمية فقط الظروف فرق في الظروف وهذه الظروف لما نجدها متحا هناك نتفوق خلينا نقطع كلامك أتحدث عن بعض من الأساتدة اللي مطلوبين أساتدة يدرسوا في جامعاتنا الوطنية والواقع يقول أنهم مطلوبين في كبريات الجامعات العالمية الأساتدة بمستوى كبير الآن في جامعاتنا هياكل والجزائر بنات يعني ما شاء الله جامعات وهياكل كبيرة ما شاء الله مناهج موجودة أين هو الخلل؟ الخلل في الظروف المتاحة لأستاذه العالم والعلم في الجزائر كيف الظروف؟ الطالب توفري له كل هذه الأمور الأستاذ الهياكل النقل الإطعام الأكل أمور من هذا النوع لكن نشوفه مستوى كبيرة من الرسول نا لست متأكدة أن الظروف كلها متاحة للطالب الجزائري مثل الطالب الخارجي أنا حتى اليوم ذهبت للجامعة زرت الجامعة في وهران ومستغانم وإن شاء الله في العاصمة أيضا ليس نفس الظروف الإقامات الجامعية ليس ظروفها نفس إقامات الجامعية في الجزائر لما الطالب يفكر في بطنيه طبعا لن يفكر في دماغه يعني لو نركز على الطالب نصنع جيل مستقبلي ناجح أكيد فيها علماء نوابغ في مجالكم في هذا المجال بالضبط الذكاء الإصطناعي هناك في فرنسا فرنسا ليست الأولى في الذكاء الإصطناعي نحن هنا في برامج لأني أعلم أنه في بعض الدول التي شكلت وزارات مختصة في الذكاء الإصطناعي فرنسا في سياق ذلك في الإمارات على ما أظن صحيح في الإمارات في السعودية أيضا فتحوا برامج تسمى بالأتمة أوتوميشن هناك وعي للمستقبل العلمي وهناك دول عديد نامية تتبع تلك الطريق أنا أدعو الجزائر أيضا أن تتبع طريق الذكاء الإصطناعي والأتمة والرقمنة والذكاء في الرقمنة والذكاء الإصطناعي وأتمنى أن يتبعه بدون شك أنت تقرأين عن بعض من الأحداث تجري في الجزائر فيما يخص محاولة الرقمنة ومحاولة السير في هذا الاتجاه والجزائر نظمت قبل أيام محاولة الجعل من العاصمة كمدينة ذكية في أفاق معينة تعتقدين على أنه نمشي على طريق صحيحة أم أنه مازالي خصنا أمور كثيرة يعني بصراحة سأكون صراحة ولا يعتب علي أحد في صراحتي لكي نبني مدن ذكية على هذه المدن تكون طبيعية أصلا في كل الظروف حتى نفكر في الذكاء بعد ذلك أن يأتي الذكاء في مدن مثلا بين قوسين تعاني من البيئة نتحدث عن مدينة ذكية لما تكون نظيفة وليس العكس لا تأتي النظافة بعد ذكاء وإنما ذكها يأتي بعد النظافة بفلي صراحة طيب على كل سنواصل الحديث دائما عن الجامعاتنا الجزائرية نسبة رصوب البعض يقول أنها نسبة رصوب مرتفعة على كل فيها تصريحات من مدير التكوين العالي بوزارة تعليم العالم ببحث العلمي صباحة اليوم لفند هذه الأخبار مثلا في الطب قال أنه نسبة النجاح أكثر من 8% على ما أظن 81% صيدة لا 79% يعني فيه طلب يدرسون حقيقة في الجزائر هكذا بحما ما نسودوش الصورة في جامعاتنا المستوى الطالب الجزائري لا بأس به أنا تواصل مع طلبة كثيرين المستوى لا بأس به أما في خص النسب أظن أنها لا يمكن تعميم ممكن العمل الشعبة بشعبة لكي نستطيع أن نعرف لكل شعبة ما هو الخلل يمكن أن نطب اليوم 80% والإعلام الآلي 30% علينا أن نعلم ما هو الخلل لماذا هل المؤطرون هل الأساتذة الغير متواجدة في الجزائر هنا نستطيع أن نأتي بأساتذة آخرين أما بالعكس إذا كان هناك 80% وهذا يعني تضخم في عدد الأطباء غدا ويكون هناك مشكلة في بطالة للأطباء عليهم دراسة التوافق بين سوق العمل المستقبلية والإنتاج الجامعي من الأدمغة هل تطمحين للعودة للجزائر لتدريس هنا أو البحث هنا في جامعاتنا حتى لمنصب شغل هنا في الجزائر في إطار تخصصك الذكاء الإصطناعي؟ أنا أتمنى ذلك لو الظروف تتاح أكون بكل صريحة معك لو الظروف تتاح لي وتؤكد لي بأني سأنتج علميا وسأعيش حلومي فأنا أكون منبرا للعلم الذي أدافع عنه هذا فأنا سعود إن شاء الله لبلدي الأصل ترقيت عروض من قبل من جمعات جزائرية ليس بعد ليس بعد أتمنى لك إن شاء الله التوفيق وشكرا لحضرك معنا أمسية اليوم الدكتورة سامية شهبي جامورا الباحثة بالمدرسة العلية للتسيير بسترازبورغ الفرنسية بالتوفيق لك إن شاء الله في المستقبل شكرا مواصل مشاهدين أخ